احتفلت رعية القديس شربل المارونية في عمان بذكرى تطويب الأب شربل قديسا وذلك بقداس احتفالي ترأسه المطران موسى الحاج النائب البطرياركي للكنيسة المارونية في الأردن والأراضي المقدسة بمشاركة المونسونيور غازي خوري كاهن الرعية والأب سامر زكنون الكاهن المساعد وحضر القداس لفيف من كهنة وأبناء رعية مار شربل في المملكة وبعد الإنجيل المقدس ألقى المطران الحاج عظته التي عبر فيها عن فرحه الكبير بحضوره مع هذا الحشد من المؤمنين في عيد هذه الرعية المباركة طالبا من الله وبشفاعة القديس شربل صاحب العيد وشفيع الرعية أن يحفظ في نفوسنا إيماننا المسيحي وأن يقينا من كل إثم ويرشد عقولنا إلى كل حق أنتم كالنيرات في السماء في جيل معوج فعلا جيل معوج العالم هذا هو يعني دائما في أعوجاج إنما نحن بقوة إيماننا وقوة التزامنا مع الرب في الكنيسة في الرعية مش بس بمار شربل بأي رعية من رعاية المملكة وينما كان أنتم تبقوا الخميري والمنارة وأنتم ثابتين على القيم وعلى الأخلاق يلي عم تمشوا عليها وعلى الخدمة اللي عم بتأدوها لهذا السبب أكيد بيجي الوقت في كتير ناس بقولوا نحن شفنا كتير ولكن هالجماعة فيها محبة فيها الله حاضر فيها فرح فيها خدمة فيها التفات إلى الفقير إلى المريض ومين ما عنده مريض ومين ما عنده فقير ساعتا بيرجعوا بيقولوا لا خلينا ندخل معهم لهذا السبب دوركم ومحبتكم لبعضكم البعض لو كنتوا قلال أو كتار ولكن هالمحبة هي تجذب المطل الصالح يجذب ونحن بحاجة إليكم بالرعي كما في العائلات التي تعيشون فيها وتخدمون كأمهات نحن بحاجة إليكم أيضا وبعد عيضة القدس تم تجديد عهود عضوات أخوية مار شربل وأعلان انتساب عضوة جديدة ثم تقبل المطران والكهنة التهاني بهذا العيه من أبناء الرعية والحضور